بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين قال الله حز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل عقوبة واجعله رب رضيه هذه الآية جاءت عن لسان النبي زكريا النبي زكريا كان قد طلب من الله حز وجل كما ذكرنا ذرية طيبة بسم الله الرحمن الرحيم هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة نعم فان النبي زكريا طلب الذرية طيبة لاحظوا الآية حبائي يرثني ويرث من آل عقوب الارث في اللغة هو الحصول على الشيء بدون مشقة والارث التركة التي يتركها الآباء للأولاد وهو مبدأ اسلامي قويم يفتت الثروة وبعدها فان الثروة اذا تفتتت لا تكون دولة ولا تكون هناك طبقية وطبقة ثرية مبدأ قويم اعتمده الاسلام هناك وسائل عدة توسل بها الاسلام لتفتيت الثروة لكي لا تكون دولة بين الأغنياء لأن الثروة اذا تجمعت في طبقة فان هذه الطبقة تستبد ومن ملكه استأثر واستبد وقال القرآن كلا ان الانسان اللي يطغى الرآه استغنى فالله عز وجل جعل وسائل لتفتيت الثروة ومنها الارث هذا النظام القويم الاقتصادي الارث احبائي واجب الاب عليه ان يكتب في وصيته كما امره الله عز وجل لا كما تأمره ومع الاسف رغباته بعض الاباء تتحكم فيه الرغبة وتستبد به المصلحة بعض الاباء عندما يحب احد اولاده وهذا ما يحدث فانه يكتب الترك باسمه ويحرم الباقين طبعا وهذا خلاف الشرع الله عز وجل ماذا يقول يصيكم الله في اولادكم للذكر نتحض الانثين ايها الاب لا تحرم الاولاد صحيح انت عندك مشكلة مع بعض الاولاد ولكن وقد انت تذهب لله عز وجل وعندما تترك هذه الثروة للأولاد وكما امره الله عز وجل قد يتوبون وبعدها يتوبون الى رجدهم ويترحمون عليك ويتأسفون لما فاتهم من عنت ومن عنات لأبيهم وهذا شيء واضح حباء ايها الاباء فعليك ان لا تحيف وعليك ان لا تظلم الاولاد وايضا هناك احنا عدنا الثلث الاب عند حصة الثلث هذا الثلث طبعا حصة ثابتة للأب هذا هو حقه من التركة وهذا حق مشروع عليه فان الاباء ينبغي ان ينظروا الى هذه المسألة والارث حبائي طبعا هو سنة ثابتة في الاديان كما في الدين الاسلامي في الاديان ولاحظوا فان البارع عز وجل في هذه الاية يقول يارثني ويرث من الى عقوب فان الوراثة هنا عامة تشمل الوراثة المادية والمعنوية وهناك التفات من النبي زكريا رضوان الله عليه صلوات الله عليه يقول يارثني ويرث من الى عقوب يطلب من البارع عز وجل زكريا يطلب من البارع عز وجل ان يرث ولده يحيا من الى عقوب طبعا الى عقوب كما في الروايات انبياء فاذا فاذا النبي زكريا يطلب من البارع عز وجل ان يُعطي ولده الصفات الطيبة من آل عقوب الصفات العالية من آل عقوب لا بأس ايها الاب ان تطلب من الله لولدك الصفة الطيبة وكما في الروايات وكما في الحديث فان دعاء الاب بحق ولده مستجاب ايها الاب ادعو لولدك بالتوفيق بالسعادة ونعرف بعض الاباء هو حريص على ولده لا يظن بالدعاء ابدا ولا يبخل بالدعاء وان كان في بعض الاحيان ولده يعقه ولكن سبحان الله فان الله عز وجل جعل الرحمة في قلب الوالد وجعل الرحمة في قلب الوالدة هذه الرحمة اللي ما لها مثيل يقولون الا في قلب الانبياء والاولياء وايضا في قلب الاب والام الام كلها رحمة لأولادها الله عز وجل احبائي في هذه الآية وايضا يقول واجعله ربي رضيا يعني مع الوراثة مع الدعاء بعد ذلك واجعله ربي رضيا يعني اجعل عاقبة امره الى خير الله شون التفاته من النبي زكريا لاحظوا احبائي كم هي مهمة العاقبة هو نبي وابن نبي ولكن مع ذلك النبي زكريا يطلب من الله حسن العاقبة فكيف نحن فكيف نحن اذا حسن العاقبة مهمة احبائي دائما ندعو لحسن العاقبة ان اعرف اشخاصا عاشوا في وسط المتدينين ولكن سبحان الله انقلبوا انقلبوا تماما وتنكروا للدين ولا كأنه ذلك الانسان اللي كان يصلي اللي كان يدعو وكان يزور سبحان الله ما هي الاسباب طبعا هناك اسباب هناك اسباب ولكن تبقى حسن العاقبة بيد الله حز وجل وعليك ايه الانسان ان تطلب حسن العاقبة في كل يوم ونحن نطلب حسن العاقبة وهذه الآية المباركة احبائي انا قل تشمل الوراثة المعنوية يعني الارث المعنوي والمادي لذلك الزهراء صلوات الله عليها روح الهلفداء استشهدت بهذه الآية عندما اختصب ابو بكر فدكا وعندما اخذها عنوة طبعا فدك منطقة كان اسكنها اليهود ويقول المؤرخون فان النخيل في فدك كانت تشكل في حجمها النخيل في المدينة وكانت تدره على اليهود في السنة سبعين ألف دينار لا كما يقول البعض 12 ألف دينار لا وانما سبعين ألف دينار وهذا الرقم شكل طبعا فد مصدر مالي ضخم لذلك اليهود في فدك عندما سقطت خيبر وجاء الخبر للمسيقينة إلى فدك طلبوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى سلم الصلح والنبي هو قلنا فأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى سلم دائما كان يأتي ويصالح وكان يوفر السبل للصلح وهذه نقطة مضيئة في سجل النبي والإسلام النبي ما يحب القتال حبائي النبي ما يحب الدماء النبي ما يحب راقة الدماء أبدا وفي حياتي لم يضرب مو يقتل لم يضرب لا بل لم يخدش طفلا اقرأوا حياة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم هذا هو النبي الأكرم كان يعطف على الأنبياء على الأولاد وعلى الأطفال وعلى الرضع وكان يحب الأطفال كثيرا روح لك الفداء يا رسول الله بعدها النبي قبل بالصلح أهل فدك صالح النبي على نصف الثمر يعني على نصف ثمر النخيل وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صالح اليهود على نصف الثمر وكان يأخذ هذه الأموال يوزعها لها فقراء المسلمين هذا نقطة أن بما كان الدخل له شيئا أبدا وأنما كان هناك صندوق صندوق كان بيت المال كان يضع هذه الأموال وأي إنسان يأتي ويأخذ إذا كان محتاج وهكذا وعندما 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 كان يأخذ الأموال نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل سأله النبي جبرايل من هم القربى قال اعطي فدكا لفاطمة وهذا أمر من الله حز وجل حق جبرايل قال يا رسول الله اعطي فدكا لفاطمة لاحظوا أحبائي لاحظوا الريع هذه الأموال عندما كانت تأتي لفاطمة والزهراء صلوات الله عليها كانت تأخذ الأموال هذه الأموال الكثيرة ثم توزعها على فقراء المسلمين على المحتاجين وعلى المساكين وعلى اليتامة كان عندها مشروع لليتامة كان عندها مشروع للمساكين ولم تدخر كأبيها درهما واحدا وهي لم تطمع في الدنيا وقد أراه الله حز وجل الآخرة الجنة النبي صلى الله عليه وآله وآله أخبرها أن لها مكانا عاليا في الجنة إذن هي ما تطمع في الدنيا والنبي كما أنه أراه وكما أنه رأى الجنة فهو لم يطمع في الدنيا وعندما رأى النبي نساء الحور العين فلم يطمع من نساء الدنيا حتى يقولون والله كان شهواني وهو الذي رأى الحور العين ويطمع بنساء الدنيا أنما تزوج هذه النساء كما يقول الدكتور نظم لوقة يقول النبي صلى الله عليه وآله وآله عندما اقترن بهذه النساء أنما اقترن لقضايا اجتماعية وسياسية وبالفعل أفادته كثيرا هذه الإعلاقة الزوجية لذلك النبي صلى الله عليه وآله أعطى فدكا للزهراء وحق وآت ذا القربى حقه إذن هذا حق مشروع في القرآن الكريم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وآله عندما انقلب الأصحاب والآية تقول وما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل أفأمات أو قتل انقلبتم على عقابكم وبعدها النبي هو الذي قال كيف بكم إذا رجعتم من بعد كفارا يضرب الله أكبر كفارا هذا البخاري ومسلم كفار يضرب بعقبكم رقاب بعض وأحاديث كثيرة فيها المجال هذا عندها أخذوا جاء أبو بكر وأخذ فدك من الزهراء ليش أخذ فدك لماذا أبو بكر استولى على فدك ما هي الأسباب طبعا السبب الأول فأن فدك كانت تشكل الشريان الاقتصادي أهل البيت وما أراد أبو بكر أن تكون هناك ثروة لأهل البيت حتى يتمكنون أو حتى يتمكنوا من إدارة الصراع وطبعا هذا في فكرة في ذهنه الشيء الثاني يا حبائي كما يقول الدكتور عبد الفتاح مقصود إنما أبو بكر صادر فدكا حتى يخلق أزمة وهذه الأزمة تصرف الأذهان عن قضية الخلافة نعم الرأي خوش رأي هذا تصرف الأذهان عن قضية الخلافة وتصرف أذهان الأمة عن الخلافة في قضيها مشية والشيء الثالث وهو أظنه مهم فأن أبا بكر طبعا ضرب ضرب استباقية كيف طبعا هذا ما تنبه إليه أستاذ ابن أبو الحديد أبو جعفر الاسكافي يقول إن أبا بكر عندما صادر فدكا حتى يسلب المصداقية من الزهراء بعدها لا تطالب بالخلافة وأنا أقول عندما صادر أبو بكر فدكا أن ما صادق في ظهنه صادق المصداقية وحتى يكون فتفكرة في أذهان المسلمين السذج طبعا أن أهل البيت لا يصدقون وعندما تأتي الزهراء وتطلب الخلافة فهي غير صادقة نستجير بالله باعتبار أنها طلبت فدك وهي غير صادقة وقال هذا الحديث الواهي الزائف طبعا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة واللطيف الأمر أن هذا الحديث فقط ينقله أبو بكر وما ينقله غيره لذلك فأن أبا بكر أراد أن يضرب ضرب استباقية ويسلب المصداقية من الزهراء صلوات الله عليها وحتى يدخل في روع المسلمين أن الزهراء ما عندها مصداقية والشيء الآخر أحبائي عندما صادر أبو بكر فدكا وهذا شيء مؤلم طبعا حتى يوجه رسالة إلى الذين يطالبون ويذهبون مع أهل البيت ويذهبون إلى حقية أهل البيت وجه رسالة ترى احنا ما يقف أمامنا أحد شوفوا دولة أهل البيت يعني بعبارة أخرى أحنا ما عدنا نحيا مسرخة نضرب أي واحد كان شوفوا هذه الزهراء ضربناها وضيقنا على علي وإذا نريد أن نقتله نقتله وهناك جرد محاولات لقتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبالأمس هم حاولوا قتل النبي في معركة تبوك وانا ذكرت الواقعة فمو بعيدا أنه يقتلون الزهراء ويقتلون عليا صلوات الله عليه وهم لم يتحرجوا في قتل النبي مرة ومرات عديدة إذن أبو بكر وجه رسالة عندما أخذ فدكا وجه رسالة للمسلمين أحنا أي واحد ما يقف أمامنا والذي يقف أمامنا نسحقه هذه السلطة هذه الرئاسة نستجير بالله ما تعرف الأخلاق ما تعرف المثل أنا لم أعرف سياسيا ألا القليل القليل جدا أنا لم أعرف سياسيا لم يطلق الأخلاق ألا القليل قليل جدا فالكثير من السياسيين ومما يحزف النفس فإنه يطلق الأخلاق والقيم والمثل فتنحرف السياسة وهكذا أما الرسالة الأخرى والسبب الآخر حبائي فأن أبا بكر طبعا التفت إلى نقطة مهمة وهي أن المعارضة أخذت تتسأ لذلك أراد أن يعرف أبو بكر حجم المعارضة عندما أخذ فدكا من يقف إلى جانب الزهراء هذه نقطة مهمة جدا مهمة فعندما أخذ فدكا أراد أن يعرف كم حجم المعارضة ولكن مما يحز في النفس أن حجم المعارضة كان هزيل وكان ضعيف وهكذا فأن دائما أهل الحق قليلون والقرآن هو يقول وأكثر من الحق كارهون فصادر فدكا بعدها جاءت الزهراء صلوات الله عليها يا له من موقف تاريخ عظيم هذه المرأة مواقف عظيمة سجلت الزهراء روح لها الفداء هذه المواقف العظيمة المشرفة جاءت وعندما جاءت استدلت بالقرآن فأهل البيت دائما يستدلون بالقرآن وعندما يفتون ينتزعون القواعد قواعد الفتوى من القرآن الكريم تلاحظ فتاوى أهل البيت لاحظوا دائما فتاوهم تستند إلى القرآن إلى القواعد القرآنية إلى الآيات وإن شاء الله نحن نستعرض الآيات وبعض الآيات اللي هاي كانت قواعد أساسية في استنباط الحكم من قبل أهل البيت صلوات الله عليهم فالزهراء ردت أبا بكر قالت يا أبا بكر أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي أما قرأت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه وبعدها قالت أما تقرأ القرآن يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنثيين أفخصك الله آية وأخرج بي منها أم أهل ملتين لا تورثان وعندما قالت واجاءت بالأدلة وأفرغت هذه الأدلة طبعا رضخ أبو بكر لأنه لازم يرضخ باعتبار أن الزهراء أتت بالأدلة الكافية والواضحة من القرآن صلوات الله عليها فأفحم أبو بكر وفي مناورة كتب ثم أخبر عمر بذلك فجاء عمر ثم أخذ الكتاب ومزقه وانتهت اللعبة ولكن لم تنتهي الحادثة حادثة فدك فظلت تتفاعل في التاريخ وإلى الآن ويأتي الإمام الحج ويأخذ بحق الزهراء صلوات الله عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة